موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرت الأخبار من قناة عدن الفضايا أهلا بكم والبداية بالعناوين نائب رئيس الجمهورية يطلع خلال لقائه محافظة الحديدة على المستجدات الميدانية والأوضاع في محافظة الحديدة موسيقى رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي أكيدان عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين موسيقى قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تستعيد مواقع جديدة الشمال قعطبة الشمال الطالع وطيران التحالف يشن غارات على مواقع قناصة الحوثي موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء وموسائل العميد أحمد قائد القبة وإخوانه عزاهم فيها باستشهاد البطل العقيد علي قائد القبة وهو يرابط في ميادين البطولة والعزة والشرف بمحافظة الضالع وشاد نائب رئيس الجمهورية بمناقب الشهد وبطولاته وما سطره من ملاحمة خالدة في مقارعة مليشيا الانقلاب وما اتسمى به من شجاقة وصدق وتضحية وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والموساء لأسرة وأقارب وزملاء شهيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان كما بعث نائب رئيس الجمهورية ببرقية عزاء وموسائل طارق علي الوادع وأخوانه في وفاة العميد علي بن راشد الوادع عضو مجلس النواب السابق الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطن يعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والموساء لأسرة وأقارب الفقيد سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريغ الركن علي محسن صالح خلال لقائه محافظ محافظة الحديدة حسن علي طاهر اطلع على المستجدات الميدانية والأوضاع في محافظة الحديدة وجهود تلبية متطلبات المواطنين في المناطق المحرة بالمحافظة وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية في الحديدة جراء استمرار سيطرة ميليشي الحوثي وممارساتها الإجرامية لوتا على عرقلتها والتفافة على اتفاقية الحديدة وتصعيد الميليشيا واستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية والطاهرات المسيرة التي تعتبر إحدى نتائج الدعم الإيراني المسلح عبر بوابة الحديدة وإقلاق الممرات والملاحة الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين واستمع نائب الرئيس إلى موجز عن سير عمل عدد من مؤسسات الدولة في محافظة الحديدة والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة أبنائها بالتنسيق مع مختلف الجهات والمنظمات الداعمة وبما من شأنه الحد والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحوثيون واستنكر نائب الرئيس استهداف ميليشيا الحوثي الإيرانية لمطار أبهى بالمملكة العربية السعودية وقال إن الاستهداف لإجرام البشع من قبل ميليشيا الحوثي للمطار هو تنفيذ للأجندة الإيرانية وتكريس لثقافتها الدموية العدائية تجاه اليمنيين وأشقائهم في المملكة وأكد بأن هذا الاستهداف وما سبقه من وقاع بمثابة دلائل على رفض الميليشيا الحوثية لخيارات السلام وإصرارها على الحرب وتنفيذ الأوامر والتوجيهات من طهران من أبهان إلى أن شرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية وباستفاف اليمنيين وبدعم أخوي من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشغيقة مستمرون في ردع هذه الأعمال المخلة بالسلام المحلي والإقليمي والعالمي ولن يتوانوا في العمل على استعادة الدولة اليمنية باعتبارها الضامن لإنهاء التدخل الإيراني في بلادنا بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد ببرغية عزاء وموساهل الدكتور أحمد الجبل يعزاه فيها بوفاة والده الدكتور فضل الجبل الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والخير والإحسان وشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وأعماله الخيرية والإنسانية وخدماته الجليلة التي قدمها لوطنه ومجتمعه من خلال مسيرة حياته الطبية والعلمية في مجال الطب وجراحة العيون معبرا عن أصدق التعازي والموساه لأسرة وأقارب وأصدقاء وزملاء الفقيد سائلا البولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أكدت الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة على متانة وعمق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين والقائمة على الأخوة والتعاون والمصير المشترك والحفص المتبادل على ترسيخها على أسس متينة لا تتعرض للإتزاز من أي ريح عابرة والتنويه بالموقف العروبي الأصيل للإمارات قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف إلى جانب اليمن والمشاركة الفاعلة والمستمرة في تخالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لإنهاء الانقلاب الحوثي وأجهاض المشروع الإيراني في المنطقة جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدت في العاصمة الإماراتي أبو ضبي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وأخيه نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زيد النهيان وتبادل الجانبان عن نقاش حول عدد من المستجدات وتطورات على الساحة الوطنية وتطابق وجهة النظر أزاء مواجهة ورجع التصعيد الحوثي بإعاز من إيران وأخرها استهداف مطار أبهد دولي وتعريض الملاحة الدولية البحرية للخطر وأليات مواجهة هذه التبعات ذات التأثير البالغ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي بالتعاون مع المجتمع الدولي واستردت المباحثات مجالات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بما في ذلك استمرار الدور الإماراتي الفاعل لدعم الشرعية بغيادة فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية واستكمال إنهاء الانقلاب وإسناد الجهود الحكومية للتطبيع الأفضاء في المناطق المحررة وتحقيق التعافي الاقتصادي وعادة الإعمار حيث اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون في عدد من الملفات بما يخدم مصارح الشعب اليمني وتخفيف معاناته الناجمة عن الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وشاد رئيس الوزراء خلال المباحثات بالدعم الإماراتي المقدم لليمن وشعبها في مختلف الظروف والمراحل ومشاركتها الفاعلة في تحالف دعم الشرعية بغيادة السعودية وحرصها الكامل على تقديم الدعم الليجوستي وكذلك المادي للحكومة لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة مؤكدا أن تضحيات قوات التحالف العربي ووقفهم إلى جانب الشعب اليمني عن أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والعالم ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ ونغضة مضيئة في مشيرة التعاضض العربي دفاعا عن الهوية والانتباه مشيرا إلى أن هذا الموقف القوي وشجاع جنب اليمن الانزلاق إلى ما أراده أعداء الهوية العربية واستخدامها كساحة لتنفيذ مشاريعهم الطائفية التدميرية وتطرق الدكتور معين عبد الملك إلى ما حققته الحكومة من نجاحات في تطبيع الأوطاع وتحسين الخدمات في المناطق المحررة منوها بهذا الخصوص بالإسهامات الإماراتية في دعم الحكومة لتجاوز عدد من التحديات لتحقيق التعافي من آثار الحرب والاهتمام بتحسين البنية التحتية والخدمات العامة وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية دون استثناء وأشار إلى وجود تحت سنعام بأوضاع مختلف مقالات وقطاعات الحياة تبدو ملامحه واضحة مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام الحكومة على القيام بأدوارها ومسؤوليتها بالشكل المطلوب من خلال الاعتماد على دراسات وإعداد خطط تنموية شاملة لتنفيذ المشاريع المختلفة وفقا للإحتياج والأولوية مع مراعاة التركيز على الجوانب الاستثمارية وذلك بدعم من الأشقاء والأصدقاء والمانحين بحيث يكون لتلك التحركات والخطط والمشاريع نتائج سريعة يلمسها المواطن وأكد رئيس الوزراء أن لدى الحكومة خطط واضحة على مختلف الأصعدة وسيتم ترقمتها إلى الواقع العملي وسيكون لها نتائج أكثر تأثيرا وفاعلية في كافة الجوانب بما فيها تطبيع الأوضاع واستكمال إنهاء الانقلاب معربا عن ثقته باستمرار الدعم الأخوي الصادق لشركاء اليمن في التنمية وفي المقدمة من مملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبدورها أكد نائب رئيس الوزراء الإماراتي أن اليمن تحمل بعدا استراتيجيا في المنطقة كما تربط البلدين علاقات وروابط أخوية متينة وهو ما يستوجب الوقوف صفا واحدا لخوض المعركة المشتركة من أجل الغضاء على الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة بشكل عام كون اليمن تعد بوابة لأمن واستقرار المنطقة كما قدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لليمن واليمنيين في مختلف المجالات حتى الغضاء على الانقلاب واستعادة اليمن عافيتها حضر جلسة المباحثات من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي دكتور نجيب العوج ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع المنح والمساعدات على قاسم كما حضرها من الجانب الاماراتي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أحمد جمعة أزعابي ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي الشامسي والمستشار بوزارة شؤون الرئاسة فارس المزروعي والسفير الاماراتي لدى اليمن سالم بن خليفة الغفلي تفقد وفد حكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء دكتور سالم الخنبشي لأضرار التي تعرضت لها محافظة لاحج جراء المنخفض الجوي وهطون الأنطار الغزيرة على عدد من المحافظات وعقد اجتماعا موسع ضم وزير الإدارة المحلية دكتور عبد الرقيب فتح ووزير الصحة العام وسكان دكتور ناصر باعوم ومحافظ لاحج اللوار ركن أحمد عبدالله تركي وعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة ووجه الخنبشي الجهات ذات العلاقة بتوفير المعدات اللازمة لرفع مخلفات الأمطار وشفط المياه المتراكمة مشيرا لأنه سيتم رفع تقرير حول الاحتياجات المطلوبة للمحافظة وزيادة التوليد الكهربائي بالمحافظة وكان وزير الصحة العامة والسكان والإدارة المحلية قد تطرق إلى العديد من القضايا في جوانب التأهيل لمستشفى بن خلدون بلاحج ومن جانب يستعرض محافظ لاحج أوضاع القطاعات الخدمية وعلى رأسها الكهرباء والوضع الإنساني في مخيمات النازحين التي تضم 12 مخيما لافتن لأن غطاع الزراعات تضرر بشكل كبير جراء السيول في مناطق المقاطرة والمضاربة والقبيطة وطور الباحة بإجمال مساحة متضررة تقدر ب155 ألف متر مربع تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية في جبهة موريس شمال محافظة الضالع من استعادة مواقع جديدة كانت تحت سيطرة ميليشي الحوثي شمال مديرية قعطبة وأفادت مصادر عسكرية أن وحدات من اللواء 83 مدفعية واللواء الرابع احتياط مسنودين بالمقاومة الجنوبية شنوا هجوما واسعا ومباغة على مواقع تحت سيطرة ميليشي الحوثي غرب مديرية قعطبة أكدت المصادر أن العملية العسكرية نجحت في استكمال تحرير منطقة الدوير وأصبح على أطراف منطقة باب غلق الاستراتيجية ويجري التقدم لاستعادة هذه المنطقة التي تمثل البوابة لسعدة مناطق وقرى شليل هجار وبيت الشوكي وعزاب وبيت الشرجي وهي قرى تابعة لمنطقة العودة والتي كانت قد تمركزت فيها ميليشي الحوثي مطلع إبريل من العام الجاري وتواصل قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الجنوبية والحزام الأمني في جبهات الضالع عمليات استعادة تحرير مناطق قرب وشمال الضالع من قبضة ميليشي الحوثي الإنقلابية التي تمثل بوابة انطلاق لتحرير محافظة إب ومحافظة البيضاء بفضل الله سبحانه وتعالى تحرير التباب البيض أكثر من ست مواقع التي تم تحريرها نحن الآن نتبه التعامل مع فلولهم في التباب السود هذه هي التباب السود التباب هذه الأولى أصبحت بيد الجيش الوطني يتم التعامل الآن مع بقية التباب هذا هو جبل صامح الاستراتيجي الذي تم نزول القوات منه بفضل الله عز وجل وهذا هو جبل الدوير الذي تم أيضا النزول منه بفضل الله سبحانه وتعالى القوات الآن تتجه باتجاه باب غلق والزميريات وبإذن الله سبحانه وتعالى في القريب العاجل سنكون في الفاقر وسنكون في العود بإذن الله سبحانه وتعالى نكون للعود بإذن الله سبحانه وتعالى شن طيران التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع قناصة ميليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع وذكرت مصادر ميدانية في الضالع أن طيران التحالف العربي قصف مواقع القناصة المتمركزة في غرب مزارع القحيزة شمال غرب منطقة باجة في جبهة حجر وكانت قناصة الحوثيين قد كثفت خلال الأياب الماضية من استهداف المدنيين في الأحياء السكنية في تخوم محافظة الضالع اندرعت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشي الحوثي في مدرية الزاهر بمحافظة البيضاء وبحسب مصادر ميدانية فإن اشتباكات بمختلف الأسلحة تدور بين الجيش والمقاومة من جهة والميليشي الإنقلابية من جهة أخرى في جبهة الحباج بمديرية الزاهر كما تواصل ميليشي الحوثي الإنقلابية قصفها العشوائي على المناطق الأهلة بالسكان في المديرية ووفقا لمصادر محلية فإن الميليشي الحوثي الإنقلابية المتمركزة في جبل ضحوة استهدفت منازل المواطنين في وادي آل سعيد ما أسفر عن تضرر أحد المنازل أحبطت قوات الجيش الوطني هجوما لميليشي الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران باتجاه مواقع في مديرية التحيطة جنوب محافظة الحديدة وحاولت مجاميع من الميليشي تسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الجبلية بمديرية التحيطة وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة الميليشي وإجبارها على التراجع والفرار بعد تكميدها خسائر بشرية في صفوفها استجهد مواطن وأصيب ثلاث آخرون بانفجار لغم من مخلفات ميليشي الحوثي الإنقلابية في محافظة الحديدة ونقلت مصادر محلية قولها إن الشاب عبدالله محمد علي البالغ من العمر عشرين عاما استشهد جراء انفجار لغم بسيارة شرق منطقة القطابة بمديرية الخوخة وأضاف المركز بمديرية الخوخة وأضاف المركز أن ثلاث آخرين أصيبوا بالانفجار الذي وقع في إحدى الطرقات الفرعية أثناء مرورهم على متن السيارة استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعدة غارات قوية تجمعات الميليشي الحوثي الإنقلابية في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة هو طالت غارات التحالف تجمعات الميليشي الإنقلابية خلف تبة الفهد قرب مركز مديرية كتاف موقعة سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشي الحوثية وكانت مقاتلات التحالف استهدفت في وقت سابق عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشي شمال شرق مديرية كتاف ما أدى إلى تدميرها ومصرع وجرح كل من كانوا على متنها قام محافظ محافظة أبيان الوارد أبو بكر حسين سالم بزيارة ميدانية تفقد خلالها سير أعمال عادة تأهيل ساحة الشهداء بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان وخلال الزيارة التي رفقه فيها أكيل محافظة أبيان محمد ناصر الجحمة طرع على العديد من الأعمال الإنشائية في البنى التحتية وتجهيز العديد من المواقع وكذا أعمال التجيير وغيرها من الأعمال في إطار الحفاظ على هذا المنجز الحضري والثقافي والسياحي الذي تعرض لأعمال التخريب بفعل ما شهدته زنجبار عاصمة أبيان من أعمال التخريب وتدمير ممنهج لكل أشكال الحياة الإنسانية بفعل حرب الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون في 2011 التي حولتها إلى مدينة أشباح وحرب مليشيا التمرد الحوثية ونهجها الأمامي المتخلف ووجه المحافظة المهندسين والفنيين والإدارات المختلفة بسرعة الأعمال استكمال كل التجهيزات الفنية والهندسية وإعادة الوجه المشرق لساحة الشهداء دشن محافظ محافظة سقطر رمزي محروس الدورة التدريبية الخاصة بمتطوعات صحة المجتمع من مديرته حديب وقنسية والتي نظمها مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بتمويل من منظمة اليونسيف وتهدف الدورة إلى إكساب ثمانين متطوعة بمعلومات توسع من نشاطهم وترفع منقدراتهم التوعوية الصحية بين أوساط المجتمع والإهتمام بصحة الأم والطفل في المجتمع المدني السقطري حثا لمحافظة المشاركات لاستفادة لغصوة من الدورة مشيدا بجهود منظمة اليونسيف المتواصلة في محافظة أرخبيل سقطر تفقد وكيل أول محافظ عدن محمد نصر الشاذلي حملة إزالة مخلفات الأمطار في مديريته التواهي والمعلاء ويشارك فيها مدير مديرة التواهي عبد الحميد الشعيبي ومدير مديرة المعلاء فهد مشبق ومدير مكتب الأشغال العامة لمهندس وليد الصراري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق النظافة نبيل غانم ومدير شلطة السير العقيد جمال ديان ومستشار محافظ محافظة عدن لشؤون المديريات عبد الحكيم الشعبي وأشهد مدراء عموم مديريته التواهي والمعلاء بالجهود الكبيرة التي تبدلها قيادة المحافظة في متابعة وتسهيل وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ حملة إزالة مخلفات الأمطار والنزول الميداني والمشاركة والإشراف على الحملة والتي تستمر حتى يتم إزالة كافة الأتربة المتراكمة في شوارع المدينة قام وكيل محافظة عدن لإغطاء المشاريع المهندس غسان الزامكي بتنفيذ حملة إزالة المخلفات في مديرتي خورمكسر وصيرة إذ قام بجولة في الشوارع الداخلية لمديرة خورمكسر يرافقه مدير المديرية ناصر الجعدني اطلع خلالها على الأعمال التي ترفذها المديرية في جانب التخلص من الأتربة المتراكمة في المديرية والتي خلفتها الأمطار وفي مديرية صيرة التقى الوكيل بمدير المديرية خالد سيدو واستمع منه إلى الجهود التي تبذل في سبيل إزالة الأتربة التي خلفتها مياه الأمطار والتي جرفت من الجبال كميات كبيرة من الأتربة قطعت الطرق الجبلية والمدينة وتفقد الوكيل الشوارع الداخلية في مناطق شعب العيدروس والقطيع وطلع على أعمال الإزالة للأتربة التي خلفتها مياه الأمطار في تلك الشوارع لازم تكون في حلول قدرية بحيث من أين تنزل مياه من داخل القبال لازم تكون في سدود قيادة محافظة عدن وقيادة مديرية صيرة قيادة الأستاذ المخضرم خالد سيدو ما قصر يوميا هو صباح ظهر وعصر هو في شعب العيدروس عندنا يزور إحنا ويزور المشاكل الموجودة داخل أمس أقالنا الدكتور كمان رشاد شايع اليوم الزامكي قزاهم الله الخير وهذا ليس تقصير وامتنان كبير وقدلهم قزير شكرنا بهذه اللفتة الكريمة لنزولهم لهذه المنطقة ووكينا نحن الزامكي على نزوله وعلى إلى الموقع وشاف الأضرار المتواقدة في الشارع الشعب العيدروس واللي قام بنزول وأخذ آراء الناس وتكلم مع الناس وإن شاء الله تكون في حلول قدرية من قبلهم على أساس أنه يعملوا سدود في المناطق العلية لوقف النزول الأكريبة والحجارة إلى أسفل الشارع ونشكرهم على جميعهم ما قاموا به وما نزلوا ما عملوا فيها بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مدينيات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي بحضور رئيس جمعية سؤون الدكتور عبدالله عاشو الكثيري مع رئيس جامعة إقليم سبا الدكتور محمد حمود القدسي وأوجه التعاون والشاركة بين الجامعتين وسبل تبادل الخبرات والمعارف في المجال الأكاديمي وجرى في اللغة مناغشة سبل التعاون المشتركة بين الجامعتين وتقديم عرض تفصيلي عن التطور المستمر الذي تشهده الجامعة على مستوى البنى العلمية والأكاديمية وتوفير القاعات والمختبرات العلمية الحديثة في ظل دعم وأسناد المتواصلين من قبل السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت دشنا مدير عامل منصورة محمد عمر البر حملة نظافة شاملة لإزالة أثار الأمطار الراكدة ومخلفاتها التي تسببت في نشوء احتقان مياه آسنة وركامات ترابية بهدف عادة تأهيل طرق وشوارع المديرية وذلك باستخدام سيارات النقل والغرفات وشملت الحملة الشوارع الرئيسية والخلفية لمنطقتين كابوتا والقاهرة بالمديرية وقامت فرق النظافة ترافقها سيارات قلاب كبيرة وغرفات بالتخلص من الركام وإنهاء مياه البرك الأسنة وتصفية مخلفات الأتربة من الشوارع والأحياء والغضاء على تجمعات مياه الأمطار التي حطلت مطلع الأسبوع وتسببت بأضرار جسيمة في الخدمات والبنية التحتية بمحافظة عدن دشن مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر الشعيبي ومدير الصرف الصحي المهندز زكي حداد حملة شاملة لتنظيف مناهل وخطوط شبكة الصرف الصحي في مديرية التواهي وانطلقت الحملة من الخط الرئيسي في شارع الهلال حيث باشر عمال مكتب الصرف الصحي بعمال الحملة بمشاركة سيارات الشفط وفاتحة السدات وصطر تياح كبير وشهد مدير عام التواهي بجهود وتجاوب مدير الصرف الصحي المهندز زكي حداد واهتمامه بمديرية التواهي إضافة إلى العمال الذين يبدلون قصارى جهودهم رغم شحة الإمكانيات من جانبها أوضح المهندز حداد أن الحملة تأتي لمعالجة الأضرار التي لحقت بشبكة التصريف نتيجة العمطار الغزيرة التي حطلت على محافظة عدن وأدت إلى الجراف الأتربة والمخلفات إلى داخل خطوط الشبكة نقشت اللجنة الإشرافية العامة للاختبارات بمكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضر موت في اجتماعها برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا لاختبارات جمال عبدون تنفيذ برنامج النزول البيداني من قبل أعضاء اللجنة ومساعدهم على المراكز الامتحانية للإشراف المباشر على سير العملية الاختبارية لانهام مرحلة الشهادة الثانوية العامة التي ستدشن الأحد القادم والتي يجلس فيها أكثر من ثمانية آلاف طالب وطالبة وفي الاجتماع استردى وكيل الوزارة جدول النزول التي تستهدف المراكز الامتحانية جميعها والبالغ عددها 64 مركزاً على مستوى مديريات المحافظة منها 10 مراكز في مناطق نائية تجري العملية الاختبارية لأول مرة فيها لمراعاة الطلاب وطالبات من عملية التنقل إلى المدن الرئيسية القريبة منهم ناقش لقاء موسع لمكتب التربية والتعليم بعدن تحضيرات وترتيبات نهائية لعملية الاختبارات لنيل شهادة الثانوية العامة التي ستبدأ يوم الأحد القادم وناقش اللقاء الذي ضم مدراء ورؤساء الشعب بمكتب التربية والتعليم بعدن مع رؤساء المراكز الشعب مع رؤساء المراكز الاختبارية ومدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات ومدراء المدارس مستوى التجهيزات الفنية للمراكز والضوابط المقررة للاختبارات إضافة إلى توزيع المهام وصلاحيات لرؤساء ومشرف المراكز الاختبارية وشدد مدير مكتب التربية والتعليم بعدن الدكتور محمد عبد الرغيب على ضرورة أن يتحل الجميع بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم معكدا بأن المكتب استكمل كافة التجهيزات الخاصة بالمراكز المقرر تنفيذ الاختبارات فيها ناقش مدير إعلام محافظة أبيان الدكتور ياسر باعزب خلال لقائه برئيسة مؤسسة إنهض للتنمية والتمكين عضو مؤتمر الحوار الوطني فريق في مجال الفنون الصحفية وحلقات نغاشية في مجال حماية الصحفيين وتعريفهم بقانون الصحافة والمطبوعات وحقوقهم وواجباتهم لتأهيل الكادر الإعلامي في محافظة أبيان واكتسابه المهارات وتنمية قدراته وخلال لقاء شارع مدير الإعلام أبيان إلى أهمية التأهيل وأهمية التدريب للكادر الإعلامي على مستوى محافظة أبيان في مجال الفنون الصحفية والإذاعية لخلق إعلام بناء وفاعل يكون جزءا من الحل لا من المشكلة من جانبها أكدت رئيس مؤسسة إنهض للتنمية والتمكين على أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتكون شريكا فاعلا وداعما أساسيا لخطط التنمية في المجتمع نظم قسم العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بإدارة أمن أرخبيل سقطراء على مدى ثلاث أيام ندوة أدبية وثقافية ومسابقات فكرية بين فروع ووحدات الأمن العام في سقطراء بمشاركة الضباط والجنود تخلل الندوة العديد من الفقرات الإبداعية والفنية والجوائز التشجيعية وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد إيوائية للنازحين المتضررين من الأبطار الغزيرة بمخيم الرباط بمحافظة لحية ووزع المركز مائة خيمة وتوابعها مائتي بصاط وستمائة بطانية على مائة أسرة متضررة يأتي هذا التفزيع في اليوم الرهب على التوالي من تفزيع المواد الإيوائية والغذائية على المتضررين من الأمطار الغزيرة بمحافظة عدن ولحج المتضررين من الأمطار الغزيرة بمخيم الرباط طبعا مشكورين أخوها في مركز الملك سلمان على جهودهم السريعة وتوفير مائة خيمة للمخيم الرباط ضمن جهود أيضا المفوضي الساميش يلاقين باستكمال تركيب الخيام والتي تضررت في مخيم الرباط وعددها مائة خيمة استمراء جهود مركز الملك سلمان لغاثة الأعمال الإنسانية للحملة التي أطلقها لغاثة المضررين من جراء السيول الأمطار من الأخوة النازحين في محافظة عدن والمحافظة المجاورة لها نحن اليوم الثالث على التوالي نواصل عملية توزيع الخيام والمواد الإيوائية للأسر التي تضررت خيمها في مخيم الرباط التابع لمحافظة لهج انتهت النشرة تذكير بالعناوين نائب رئيس الجمهورية يطلع خلال لقائه محافظ الحديدة على المستقدات الميدانية والأوضاع في الحديدة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإباراتي أكدان عمق العلاقات التنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تستعد مواقع جديدة الشمال قعطبة الشمال الضالع وطيران التحالف الشنغارات على مواقع قناصة الحوتيين مشاهد الكرام وصلنا نحن وإياكم لأختام نشرتنا الإخبارية لهذه الليلة نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة